ازايك؟ الحمد لله تمام؟ طمنتي على ماما؟ الحمد لله الحمد لله كلمتها ولا شافتها؟ أخذيها النهاردة الزيور روحتي لماما النهاردة طمنتي ورتحتي لما شفتيها؟ أه الحمد لله عندك ابتحنات اليومين دول ولا عندك ايه؟ لا انا عادي بروح المدرسة عادي وباخد دروسي وباكتبه عادي ثاني ثاني دروس ايه؟ ثاني دروس؟ تقوية يا حاجات خفيفة يا تقوية كويس بس شطرة صح؟ وتطمنتي على بابا وغغغت كويس الحمد لله هو ده اللي كنت لابسا ساعة للفجر؟ إلى ذا البلوبر اللي هيا كانت لابسا تمام؟ هو ده دوت هنا عصل الشوات ديلي احنا مخرجنا هiono كانت هنا تماع؟ دخلت لضهرها يعني أسفل الدم اسفل الضحر دوة البنطلون اللي هي كانت لبساة طبعا بقيت الهدوم معايا بس الحمد لله يعني الحمد لله يا شيخ بس أنا بس كان في حاجة كنت عايزة أقولها بقى النهاردة مدير مستشفى الحسين دخل مداخلة وقال إن اللي في المستشفى الحسين مش هي والدتي انت رحتولها في المستشفى احنا رحنا لها في المستشفى تمام وهو بيقول إن السيدة اللي في المستشفى عندي مش هي اللي في الفيديو اللي لابساة مقلم ايه دا اه طب أنا الهدوم معايا والثوار معايا بس انت رحتولها بجوء المستشفى أنا بيتها معاها من المحافظ لحد الساعة 7 ونص الصبح سبتها وروحت جبت هدوم من البيت عشان طبعا هو ما عندهوش معلومة وعندهو خلطي لا لا وسيادة المحافظ كان موجود وانا سيادتك أنا بستوائي وكان بيقول لي يعني بيقول لي إن شاء الله ربنا طميناك عليها والطول منشاكرها أفندي ما قالولك هتخرج امتى ولا لسه؟ وما كان أقوله هتخرج النهاردة وبعد كده حاجاتوها أحسن تخرج ووية مرتاحة يعني تبقى تطمينين عليها طبعا بس هي أكيد هتاخد برضو رعاية والمستشفى هتبقى اللحظاها ولادي الحلال كتير فيه ناس بتطلبية قالولي احنا ممكن نودها لك مش تشفى كواتي مسلحة وأطلب اي اهتمامات اي مش عارف ايه يعني إلا الله بستغرب له طب أنا باشيد بالدكاترة اللي هم أسعفوها منين بتا يعني المدير يطلع يقول بص دي مش هيه ممكن بقاش عدو بعلومة ممكن بقاش عدو بعلومة